هنكمل الكلام عن النظام الغذائي العلمي ووصلنا لمرحلة التالتة اللي هي بتتكلم عن المايكرو نيوترينز والمية انصحك ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرف ازاي تعمل نظام غذائي سليم وعلمي سواء بتعمل تطخيم او بتعمل تنشيف وده طبعا بناء على احدث الدراسات والابحاث العلمية السلام عليكم المايكرو نيوترينز بتنقسم قسمين اللي هما الفيتامينز اللي هي الفيتامينات والمينيرالز اللي هي المعادن وبندخل معهم المياه وزي ما احنا شايفين من اسمها مايكرو يعني الجسم محتاج كميات صغيرة جدا منها انها بتعمل فرق كبير جدا في الاداء والصحة العامة والاداء الزهني وقدرة الجسم على بناء العضلات وطبعا مش المفوض يبقى فيهم نقص وبرضه هنتكلم عن استهلاك المياه طيب اول حاجة نتكلم عليها اللي هي المينيرالز او المعادن زي الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسوديوم والماجنيزيوم وفيهم كمان تريس إليمينس او معادن نادرة زي النحاس والزينك والحديد واليوت طيب بالنسبة للفيتامينات فيه نوعين فيه فيتامينات قابلة للزوبان في الدهون وفيه قابلة للزوبان في المياه بالنسبة للقابلة للزوبان في الدهون اللي هي زي الفيتامين A وD وE وK ودول مشكلتهم انهم بيعودوا في الجسم فترة طويلة بما انهم بيدوبوا في الدهون والتانيين اللي هم عليها قابلة اللي هاد دوابان في الماء زي فيتامين سي و اي ودول الجسم بياخد اللي محتاجه منهم والباقي بيتخلص منه بسرعة جدا فبعملوش اي مشاكل ويمكن عشان احنا الفترة اللي كنوا مهتمين بفيتامين سي وتعارفين من فترة بتاعة الفيروس وكده فكنت بتلاقي دايما في السعادلات وكده اللي هو يقول لك اللي ايه الواحد جرام ما اسم فيتامين سي طب وانت اصلا جسمك محتاج اه ستين او سبعين بالنسبة للأدلس او البالغين يعني ستين سبعين اه ميلي جرام اه في اليوم فقول عشان مرحلة بتقوي جسمك تقول هتحتاج مسلا مسلا يعني اه ضعفين او تلات اضعاف في الرقم ده فانت محتاج مسلا ربع جرام او متين وخمسين ميلي جرام فالافضل ان انت تقسم اللي هو القرس اشهر حاجة بموجودة طبعا اللي هو القرس الفوار ده تقسمه اربعة اربعة او يعني نصين مسلا بحيس ان انت ما تاخدش الجرع على الجرام لانت لو خدت الجرام جسمك هاخد الكمية اللي هو محتاجها والباقي هيتخلص منه فمش هيبا يقوله لازمة فالافضل ان انت تقسم جرام عشان تاخد مثلا مرتين او تلاتة في اليوم يبقى في جسمك طول اليوم في اه فيتامين سي بنسبة كويسة اتعمل السيرفي او دراسة على لعيب كمان الاجسام ولقوا ان دايما عندهم نقص في مرحلة التنشيف في الحاجات اللي انا هقولك عليها زي فيتامين دي والكالسيوم والحديد والزينك والمجنزين نقص الزينك بيأثر على عملية الايد او اللي هي الميتابوليزم الحار يعني ونقص الحديد طبعا بيأثر على القوة ونقص الكالسيوم اكيد كلنا فيه بيأثر على صحة العزام وفيه فيديو انا كنت تكلمت قبل كده عليه اسمه العناصر الغذائية اللي رياضيين بيشوفه في الفيديو تلاوه فيه معلومات مهمة جدا عن قصص كلها بتاعت معادن والفيتامينات والحاجات دي في التطخيم هتلاقي عادة صعب قوي ان انت تنقص منك العناصر اللي احنا قلناها اللي فاتت دي لان انت بتاكل يعني واجبات متوازنة فيها كربوهيدريت وبروتين ودهون وعادة موازمة الحاجات دي بيبقى فيها كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمك محتاجها ومع التركيز صبعا ان انت تهتم جدا بالخضار الفاكلة ان هما دول موازمة الحاجات اللي فيها المعادن والفيتامينات المهمة في مرحلة التطخيم والنصيح لو الهلك هنا ان انت حاول تاخد دايما يوميا سيرفنج او حصة من الخضرات والفكهة والحصة او السيرفنج دي من الفكهة بتاعتبر يعني زي سمرت فكهة متوسطة في مرحلة التطخيم حاول تاخد سيرفنج واحد او حصة من الخضرات او الفكهة لكل 1000 صعر حراري انت بتاخده في اليوم طف التنشيف هتاخد حصة لكل 500 صعر حراري يعني زي المسال اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده لوحد مثلا بينشف وبياكل 1500 صعر حراري في اليوم يبقى ياخد ثلاث حصص من الفكهة او الخضار وده طبعا مهم جدا انه حيساعدك في تقليل شيئتك عشان ما تجو عش وعمتا يعني حاول دايما في كل يوم سواء في التطخيم او في التنشيف ما تاكلش قال من اتنين سيرفنج او حصتين من الخضار او الفكه نتكلم على النقطة اللي بعد كده اللي هي المية او السوائل نعارفين طبعا اهمية المية للصحة العامة وخاصاتها للرياضيين لنسبة المية تقريبا بتوصل في الجسم حوالي ستين في المية من وزنك وفي اخر التوصيات للرياضيين اتقال ان انت يفضل انك تشرب سوائل وطبعا قاله الافضل مية وقاله ان هي بتشرب لتر مية لكل ثلاثة عشرين كيلو من وزنك وفي طريقة سهلة جدا تعرف ازا انت كنت بتشرب كمية مية مناسبة في اليوم لوزنك وصحتك اه ولا لا زي ما احنا شايفين في الصورة هنا هتشوف اه لون البول لو زي ما احنا شايفين كده من واحد لثلاتة يبقى انت اه ماشي كويس لو لقيت الصورة او اللقيت اللون دايما بيبقى كل ما بيغمق يبقى كده انت عندك مشكلة في اه كمية المية اللي بتشربها وهنا طبعا لازم نحط في اعتبارنا المكان اللي انت عايش فيه يعني اكيد اللي عايش اه في مصر مثلا اولا في دول الخليج وكده الحر ورطوبة اه والدنيا حر جدا اكيد مش زي اللي عايش مثلا في امريكا او في كندا او في اوروبا التلج اه معظم السنة وتقريبا الواحد ما بيعرقش يعني غير بالنسبة قليلة جدا يعني عشان كده في الاول وفي الاخر لون البول هو المقياس الحقيقي لحالتك سواء انت عايش في بلد حر او بلد اه سقعة وفيها تلج والمشكلة هنا ان اللي لقوا ان اتنين في المية بس نقص في كمية الماء اللي جسمك محتاجها هيأثر في التمارين الهوائية زي الكارديو والجاري وتلاتة في المية نقص في كمية الماء اللي مع الجسمك هتاجها هيأثر على ادائك في الجنب في رفع الاوزان وهو هتنسى لو حسيت باي عطش في اي مرحلة من اليوم يبقى انت في مرحلة وحشة جدا من مراحل قلة السوائل في الجسم لازم ما تحسش بالعطش خلص وزي ما أنا نصحتك وابل كده حاول تخلي دايما جنبك اه ازازة مية وكل شوية تشرب منها تشرب منها خلصت تملاها وهكذا كده مش هتحس بكمية الماء اللي انت اه بتشربها وما تشربش كباية مية في المرة الواحدة كتير لان انت لو شاربت مسلا الازازة اللي قدام دي على بق واحد هتنزل كلها بسرعة وجسم مش هستفيد فهتقول انا شاربت مسلا تنين لتر في ساعتين لا على مدار اليوم وفي الاخر اللي عنده اي سؤال واي استفسار ياريت يكتبلي في كومنتات تحت والسلام عليكم اشتركوا في القناة